بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدكتور الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبركة فيكم قال المؤلف رحمه الله في باب الغسل في عدد موجباته وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت نعم الموجب الثاني من موجبات الاغتسال تغييب حشفة وهي القلفة من الذكر أصلية يخرج الحشفة الزائدة في فرج أصلي يخرج الفرج الزائد من الخنثة قبلا كان أو دبرا تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان هذا الفرج أو دبرا يوجب الاغتسال ولو لم يحصل منه إنزال وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ختان الرجل وختان المرأة وذلك يحصل بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال ولو كان هذا الفرج من بهيمة فرج بهيمة أو فرج ميت لأنه فرج أصلي وقد غيب فيه حشفته فيوجب ذلك عليه الاغتسال للعموم نعم وإسلام كافر وموت وحير الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر فإذا أسلم كافر فإنه يغتسل بعد إسلامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا والأكثر من أهل العلم يقولون إن الإسلام لا يوجب الاغتسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل من أسلم وإنما أمر به بعض الأشخاص فدل على أنه من المستحبات وليس من الواجبات وبعض العلماء يقول إن كان عليه ما يوجب الغسل قبل إسلامه كالجنابة فإنه يغتسل أو المرأة الحائض ثم أسلمت فإنها تغتسل وإن لا فلا نعم وموت نعم ومن موجبات الغسل الموت فإذا مات الميت وجب تغسيله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتغسيل الأموات وقال للنساء لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قال اغسلنها بماء وسدر فإذا مات الميت وجب تغسيله إلا الشهيد في المعركة الشهيد في سبيل الله في المعركة فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في أثوابه ويدفن بدماءه حفاظا على هذه الآثار العظيمة في بدنه لأنها آثار طاعة نعم الشهيد لا يصلى عليه الشهيد لا يصلى عليه نعم شهيد المعركة لا يصلى عليه نعم وحيض ونفاعس نعم وموجبات الاغتسال خروج دم الحيض من المرآة وذلك لأن الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ومعنى يطهرن ينقطع دم الحيض ومعنى يتطهرن يعني يغتسلن بالماء فدل على وجوب الاغتسال من دم الحيض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كان يأمر الحيض بالاغتسال عند انقطاع الدم من حيضهن لأن الحيض حدث أكبر فيوجب الاغتسال وكذلك من موجبات الغسل النفاس وهو دم ترخيه الرحم بعد الولادة هذا هو النفاس دم ترخيه الرحم بعد الولادة أما الحيض فإنه دم يخرج من قعر الرحم في أوقات معينة ويسمى بالدورة الشهرية أما النفاس فإنه يأتي على أثر الولادة غالبا ترخيه الرحم بسبب الولادة فالنفاس إذا انقطع عنها الدم عند تمام الأربعين أو قبل الأربعين فإنها تغتسل ولا تجوز لها الصلاة حتى تغتسل لأن النفاس حدث أكبر نعم لا ولادة عارية عن دم أما إذا ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم ولم يخرج منها دم فإنها ليس عليها اغتسال لأنها لم يحصل منها نفاس نعم ومن لزمه الغسل حرم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن نعم من لزمه الغسل من أصحاب الأحداث الكبيرة التي توجب الاغتسال يحرم عليهم أشياء أولاً قراءة القرآن فالجنوب لا يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة فإذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام وكذلك الحيض حالة الحيض لا تقرأ القرآن لأنها مثل الجنوب هذا الشيء الأول الشيء الثاني المكث في المسجد فالذي عليه حدث أكبر من حيض أو جنابة لا يجلس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ولكن له أن يعبر المسجد يمر مع المسجد أو يدخل المسجد لحاجة كأن يتناول شيء من المسجد أو يحضر حاجة من المسجد فلا فأس بالمرور وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن تناوله الخمر من المسجد وهي حائض فدل على أن المرور ممن عليه حدث أكبر المرور والعبور من داخل المسجد من غير جلوس أن هذا لا بأس به ولقوله تعالى إلا عابر ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا فعابر السبيل هو المر بالمسجد لأجل حاجة ألجأته إلى المرور بالمسجد ولا يلبث فيه بغير وضو إذا أراد من عليه حدث أكبر أن يجلس في المسجد فإنه يتوضى على الأقل يتوضى لأن الوضوء يخفف الحدث وكونه يغتسل أكمل نعم قال ويعمر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل من غسل ميتا سن له الغسل ليس هذا من باب الواجبات وإنما هو باب المستحبات هو الآن يريد أن يبين الأغسال المسنونة وهي أنواع نعم نوع الأول من غسل ميتا فإنه يستحب له أن يغتسل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه وكذلك من أفاق من جنون أو إغماء فإنه يستحب له الاغتسال بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق توضأ عليه السلام قال بلا حلم أما إن احتلم في حالة أما إن احتلم في حالة جنونه أو إغمائه فإنه يجب عليه الاغتسال من أجل الاحتلام نعم والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثو على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتياما ويغسل قدميه مكانا آخر الغسل الكامل المراد به الغسل المجتمل على الواجبات والسنن هذا هو الكامل أما المجزي فهو المجتمل على الواجبات فقط فالغسل الكامل أن ينوي وهذا أمر لا بد منه لأن النية شرط لصحة العبادات ومنها الاغتسال أن ينوي عند الابتداء ثم يسمي بأن يقول بسم الله وهذا من واجبات الوضوء ويكون أيضا من واجبات الاغتسال على المذهب ويغسل يديه ثلاثا هذا إن لم يكن قائما من نوم ليل فإنه مستحب وإن كان قائما من نوم ليل فإنه واجب غسل الكفين ثلاثا ثم يغسل ما لوثه بمعنى أنه يستنجي يغسل فرجه ويغسل ما لوثه بالجنابة أو ما تلوث بالحيظ أو النفاس فإذا فرغ من الاستنجة فإنه يتوضى وضوءه للصلاة ويؤخر أسل الرجلين ثم يحثي على رأسه يحثي الماء أي يصب الماء بكفيه على رأسه ثلاثا ثلاث مرات ترويه يعني يعني تروي شعره من أصوله إلى فروعه ثم يعم بدنه غسلا ثلاثا بعدما يفرغ من غسل رأسه ثلاث مرات بثلاث حثيات فإنه يعم بدنه بالماء ثلاث مرات ويدلكه بيده أو بيديه حتى يتبلغ بالماء ويتيامن يعني يقدم الأعضاء اليمنى فيغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ويغسل شق جسمه الأيمن ثم الأيسر هذا معنى التيامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي تنعوله وترجوله وفي شأنه كله ثم يغسل قدميه مكانا آخر أي غير المكان الذي اغتسل فيه وتوضأ فيه لأجل الأمن من التلويث أما إذا كان المكان مبلطا وليس فيه طين فلا بأس أن يغسل قدميه في المكان الذي اغتسل فيه وإن قدم غسل الرجلين مع الوضو فلا بأس بذلك أيضا إذن هو مخير في الرجلين إن شاء أخر غسلهما إلى الفراغ من الاغتسال وإن شاء غسلهما مع الوضو نعم والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة المجزئ من الاغتسال وهو المجتمل على السنن المجتمل على الواجبات فقط هذا هو المجزئ أن ينوي يعني ينوي الطهارة والنية محلها القلب كما هو معلوم فلا يتلفظ بها بها ولا يترك النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولأن الطهارة عبادة فلا بد لها من النية فينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة من الحدث أو ينوي ما لا يستباح إلا بالطهارة كما سبق ويسمي بأن يقول بسم الله بهذا اللفظ ولا يزيد الرحمن الرحيم بل يقول بسم الله ويعوم بدنه بالغسل مرة واحدة من رأسه إلى رجليه بحيث لا يبقى من بدنه شيء إلا وقد صب عليه الماء نعم وإن كان في الدورة يا شيخ يلفظ التسمية التامة بسم الله نعم لأن التسمية على المذهب واجبة تسمية واجبة فلا يتركها ولو كان في دورة المياه نعم يرفع بها صوته بقدر ما يسمع نفسه الحمد لله نعم ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع هذا مقدار الماء الذي يتولأ به ويغتسل به وأنه لا يجوز المبالغة في صب الماء بل يقتصر على القدر الكافي يتولأ بمد وهو ربع الصاع ويغتسل بصاع وهو الصاع النبوي الذي مقداره أربعة أمداد أي أربع حفنات باليدين المعتدلتين وكان هذا مقدار وضوئه واغتساله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في بعض الأحاديث أنه توضأ بثلثة مد عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على الاقتصاد في الماء لأنها الطهارة عبادة والعبادة لا يجوز فيها الزيادة والغلو والمبالغة وإنما يقتصر فيها على القدر الكافي من غير من غير إسراف كثير من الناس لا يتفطن لهذا فيصب ماء كثيرا في وضوئه واغتساله وربما لا يطهر مع كثرة صب الماء ربما أنه لا يطهر بحيث يبقى من بدنه أو من أحد أعضاء وضوئه شيء لم يصل إليه الماء فالعبرة ليست بكثرة صب الماء وإنما العبرة بإسباغ الطهارة على الأعضاء أو على الجسم ولو كان الماء قليلا وكل ما قل الماء فهو أفضل نعم فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء والصاع في الاقتصال فإن ذلك يجزيه لأن المطلوب الإسباق المطلوب الإسباق ولكن الحد الأعلى من الماء هو الصاعل في الاقتصال والمد في الوضوء هذا الحد الأعلى الله المستعى نعم ولو أسبغ بأقل فلا بأس بذلك لحصول المقصود وهو الإسباغ أو نوى بغسله الحدثين الأصغر والأكبر نعم اغتسل بجميع جسمه ناويا رفع الحدثين حصل له ما نوى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى الحدثين بطهارته حصل له ما نوى ويدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر فيكفي أن يفيض الماء على جسمه ناويا الحدثين معا أو ينغمس في الماء الكثير ناويا رفع الحدثين فيحصل له ما نوى فيخرج متوضئا يدخل الوضوء في الاقتصال ولو لم يمر بكفيه على أعضاء الوضوء قصدا يدخل الوضوء في الاقتصال فإذا عم بدنه بالماء طهر من الحدثين الأصغر والأكبر إذا كان ناويا بذلك رفع الحدثين وإن كان ناويا بذلك رفع الحدث الأكبر فلابد من الوضوء نعم قولك يا شيخ أن هذا أكثر كمية من الماء للوضوء والغسل لو تقصد أحد أن يتوضأ بهذا يعمد إلى ماء بقدر المد فيتوضأ به له في ذلك عجر نعم وإن كان الناس فيه مثل ما نرى من الصنابير نعم يحصل بذلك الأجر لأنه يعمل بالسنة لأنه يعمل بالسنة ويتجنب الإسراف فتقصد هذا والعمل به والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه أجر بلا شك كما أن الإسراف في صب الماء فيه إثم نعم حسن الله إليكم وما سبق أنه يتوضأ أولا ثم يغتسل بعد ذلك هذا هو الأكمل والأفضل نعم وإذا نوى الحدثين بالاغتسال فإن هذا يجزي يجزي لكن كونه يفصل الوضو على الاغتسال هذا أفضل نعم ويسن ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء نعم الجنوب إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطلع عليه الفجر وهو جنوب ثم يصوم يغتسل بعد ذلك بسم الله فدل على أنه يجوز للجنوب أن ينام من غير أن يمس سماء ولكن كونه يتوضى كونه يغتسل أفضل نعم وإن اكتفى بالوضوء جاز ذلك كونه يغتسل أفضل كونه يغتسل أفضل يبادر بالاغتسال وإن على الأقل يتوضى من أجل أن يخفف الحدث نعم وإن نام ولم يمس وضوءا ولا اغتسالا جاز له ذلك لكنه خلاف الأفضل وكذلك معاودة الوطء إذا أراد أن يعاود الوطء مع زوجته فالأفضل أن يتوضى قبل العود لأن ذلك أنشط له لأن ذلك أنشط له ويسبق لا بد أن يسبق الوضوء غسل الفرج نعم لأن الاستنجاء لا بد أن يسبق الوضوء نعم قال رحمه الله باب التيمم وهو بدل طهارة الماء نعم تيمم تيمم في اللغة القصد يقال تيمم كذا وكذا يعني قصده نعم والمراد بالتيمم هنا استعمال تراب طهور على صفة مخصوصة بشروط مخصوصة قال رحمه الله وهو بدل يعني التيمم بدل طهارة الماء لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بديلا عن الماء عند عدم الماء أو العجز عن استعماله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وإيديكم والصعيد الطيب هو التراب الطهور هو التراب الطهور الطهور هذا هو الصعيد فيكون بدلا عن الماء عند عدم الماء أو العجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه من الموانع فالله جل وعلا خفف عن هذه الأمة وشرع لها التيمم عند الحاجة إليه بدلا عن طهارة الماء ولهذا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم ووقت ووقت التيمم هو إذا دخل وقت الفريضة إذا دخل وقت الفريضة كان دخل وقت الظهر أو دخل وقت العصر أو دخل وقت المغرب أو دخل وقت العشاء أو دخل وقت الفجر وهو عادم للماء أو عاجز عن استعماله فإنه حينئذ يتيمم للصلاة وكذلك لو همّ بنافلة كسنة الضحى مثلاً نعم أو أبيحت نافلة هو قال أو أبيحت نافلة إذا أبيحت النافلة بأن كان الوقت غير وقت نهي وأراد أن يتنفل بالصلاة فإنه يتيمم بدل طهارة الماء وأوقات النهي معروفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تقرب الشمس من الغروب وعند قربها من الغروب حتى تغرب هذه خمسة أوقات لا تجوز فيها النافلة فإذا خرج وقت النهي وأراد أن يتنفل فإنه ولس عندهما أو عندهما ولكن يعجز عن استعماله فإنه يتيمم لأن النافلة مثل الفريضة لا بد لها من الطهارة نعم قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شريعة تيمم نعم هذه هي الأعذار المبيحة للتيمم إذا عدم الماء قوله تعالى فلم تجدوا ماء أو وجد الماء لكن حال دون استعماله ارتفاع ثمنه خارجا عن العادة فلا يلزمه أن يشتري الماء بثمن زائد عن ثمن العادة أو كان ثمنه يسيرا لكنه لا يجد الثمن لكنه لا يجد الثمن فإنه يتيمم له ثمن يعجزه ولو كان قليلا نعم نعم أو خاف باستعمال الماء في بدنه أو خاف بطلبه ضرر بدنه ضرر بدنه بمرض يصيبه من أثر الماء أو غير ذلك أو حال دونه ودون طلب الماء حال دونه ودون طلب الماء ما يمنع وصوله إليه أو ضرر رفيقه في السفر أو ضرر حرمته من نسائه ومن معه من محارمة أو ضرر ماله بالعطش فإذا كان يخشى تضرر نفسه أو تضرر غيره ممن هم بصحبته بالعطش بحيث لو استعمل هذا الماء في الطهارة فإن ذلك ينقصه عن حاجتهم وشربهم وطبخهم فإنهم يقدمون حاجتهم الحمد لله ويتيممون ويوفرون الماء لحاجتهم حتى الماء للبهايم فإذا كان معه بهايم تحتاج إلى الماء ولو توضأ أو اغتسل منه لأضر ذلك بالبهايم فإنه يقدم حاجة البهايم ويتيمم والحمد لله الحمد لله وهذا هو الضرر الذي الذي يوجب الضرر إما في بدنه بمرض أو أثر شيء أو غير ذلك أو ضرر من هم يرافقونه في سفره لأن الرفيق أيضا له حرمة أو ضرر محارمة أو ضرر ماله من مواشيه بالعطش أو مرض أو هلاك أو غير ذلك فإنه يشرحين إذن التيمم لأنه في جميع هذه الأحوال أصبح في حكم العاجز أصبح عاجزا عن الماء بالفعل أو في حكم العاجز عن استعماله نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم إخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ على ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم وهذه تحية لكم من زميل أحمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم